في إحدى القرى النائية في أوروبا كانت هناك قلعة قديمة تعرف باسم قلعة الظلال كانت القلعة مهجورة وتحيط بها أسطير عن أرواح محبوسة وأحداث غامضة وذات يوم قرر مجموعة من الأصدقاء زيارة القلعة لتحدي الأسطير عند وصولهم كانت الشمس تررب مما أضف جوا من الغموض على المكان دخلوا القلعة من فلال بوابة صدئة وبدأوا في استكشاف الغرف المهجورة بينما كانوا يتجولون سمعوا أصوات همسات تأتي من الطابق العلوي فضولهم دفعهم للصعود كانت الأضواء تتلاعب في الزوايا المظلمة وعندما وصلوا إلى الطابق العلوي وجدوا غرفة تحتوي على مرآة ضخمة عندما نظر أحد الأصدقاء إلى المرآة رأى العكاسا غريبا امرأة ترتدي ملابس قديمة تتوسل للمساعدة عندما حاولوا الاقتراب انطفأ المصباح فجأة وعم الظلام في الظلام شعروا بشيء يلمسهم صرخ أحدهم عندما ظهرت المرأة من المرآة عينيها تشتعل بالغضب قالت بصوت مخيف لقد حبست هنا لقرون والآن يجب أن تدفع الثمن في لحظة من الذعر ركضوا نحو السلم لكن القلعة بدأت تهتز الأبواب كانت تغلق من تلقاء نفسها والأصوات تزداد تمكنوا بصعوبة من الخروج قبل أن تغلق البوابة خلفهم عندما نظروا إلى الوراء رأوا المرأة تقف في نافذة القلعة تراقبهم بعيون مليئة بالحزن والغضب ومنذ ذلك الحين يحذر الجميع من الاقتراب من قلعة الظلال حيث يعتقد أن الأرواح لا تزال تبحث عن الحرية ترجمة نانسي قنقر